خالفت الهيئة السعودي المواصفات والمقييس والجودة الشركتين لم تلتزم بتحقيق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود والمسبوح به في المملكة وقالت الهيئة للإجراءات التي طبقتها على الشركتين تضمنت منع دخولي 15 طرازا جديدا مؤقتا إلى المملكة وتعويض المستهلكين وشارة العقوبات على الشركات تختلف بحسب نوع المخالفة فبعضها يمنع دخولي طرازات وبعضها يتم على إثره تعويض المستهلكين المتدررين من المخالفة ماليا